النهاردة انا جايب لك اهم لقطة من تدريب النادي الاهلي عشان تتفرج عليها وتقول انه النادي الاهلي دايما ايد واحدة هفرجك على جزء من التمرين وهفرجك على بعض الامور لكن هنا ده امام عشور وده محمد الشناوي وده تاني اللقاء بعد ما حصل اللقاء داخل الغرفة مع بعض غرفة الملابس الاثنين مع بعض ثم اللقاء هنا امام الكاميرا الحب والاحترام الكابتن كابتن واللاعب لاعب والمدرب مدرب والاهلي يظل هو النادي الاهلي وتظل العلاقة دائما وابدا علاقة الاخوة وعلاقة المحبة وعلاقة التقدير والعلاقة الطبيعية اللي داخل النادي الاهلي انه البعض صور انها اخناء وانه انه وانا طلعت قلت لك مبارح انه لم يكن هناك تطاول ولكن كان هناك خروجا عن المبادئ في بعض التصرفات ويمكن معلش فيه ناس كتيرة ما تعرفش عن ايه مبادئ فلما نقول خروجا عن المبادئ فكأننا منتكلم بالهيروغريفي لان فيه ناس قاموس المبادئ ده ما جاش عندها اصلا ما عرفوهوش ما وصل لهمش الترجمة بتاعته مش موجودة فما تتعبهمش ان انت تفضل تشرح لهم يعني ايه مبادئ لانه هو مش عارفها تقول له مبادئ لك ايه قيموا لك اه وكده يعني تقاليدوا لك يعني ايه فما تتعبش نفسك في الحاجات دي لكن من تربى على مبادئ ومن تعلم المبادئ ومن عاش فيه هذه الامور اللي خلت هذا التاريخ الكبير للنادي الاهلي ليس في وسط مصر فقط ولكن في المنظومة الكروية عبر العالم العربي والشرق الاوسط بل والعالم اجمع يعني هو ده اللي بيميز النادي الاهلي في اوقات قد لا يكون الاهلي الافضل ولكنه دائما وابدا يكون الاكثر خلقا والاكثر احتراما والاكثر مبادئا وما عندهش اسرار يعني الحاجات الغلط لابد ان يتم علاجها لانه ده اللي مطلوب ده اللي حيبقى صح في النهاية لانه لن يصح الا الصحيف الاخر هذا هو كابتن فريق النادي الاهلي كابتن محمد الشناوي هذا هو نجم النادي الاهلي امام عشور وامام في التدريب في تدريب النادي الاهلي بعد ان خلاص هو تقبل الاقوبة واعلن بيان اعتذار واتمرن امبرح مع المجموعة المستبعدة والنهاردة بيتمرن مع الفريق انا توقعي توقعي الشخصي انه مسافر مع الفريق ان شاء الله الى جنوب افريقيا بالسلامة بامر الله وانه خلاص الفترة اللي جاية انتظام تام وكامل بالنسبة لامام وزملاء ومن اللاعبين في التدريبات وفي المباريات ان شاء الله باذن الله تكون الدنيا حلوة والدنيا احلى من كده مفيش ده الطبيعي يا جماعو ده العادي ده لازم تشوفه ده لازم تسمعه ده لازم تستمتع به يعني الصورة هي اللي بتحكي الصورة هي اللي بتكلم الصورة هي اللي بتقول ووضح ان امر اتنين كانوا بيجهزوا مقلب لحد ودي الراجل المدرب بيتكلم معاه ودي خلاص الدنيا حلوة مشكلة خلصت وانتهت كاربا كالعادة بخفة دمه والحمد لله والشكر الله موضوع بينتهي بكل ما فيه من تفاصيل ويعود امام الى التدريب ويعود الى التقلق باذن الله في المباريات القادمة كل الامنيات بالتوفيق سواء لي امام رضا سليم عمر الساعي عمر كمال عبد الواحد لكل اللي عابين ان شاء الله وما زلت مراهن على رضا سليم انا مازلت مراهن على رضا سليم كل مرة هقول لكم كلمتين دول على رضا سليم والرهان على امام كسبان دائما وابدا كسبان بالمناسبة كولر كان عمل محاضرة للفريق محاضرة بالفيديو لشرح بعض النقاط الفنية عن مواجهة البنك الاهلي اللعيبة اللي شاركت في اللقاء اتمرنه تمرين استشفائي وجانب من التدريبات في الجيم على هامش المران الجماعي وزا ما انت شايفين امام في التدريبات الجماعية للفريق خذ الخبر التاني بقى الجميل ده اشرف داري اللي انت شايفه اوه انا بقولك بالصوت والصورة يعني عشان بس يبقى كلامي صوتا وصورة موثق يعني اشرف داري شارك في المران كاملا كاملا اللي قالك بقى اصابة مزمنة ومش اصابة مزمنة الحمد لله والشكر الله شارك في المران كاملا وارجو ان يكون قد اكتمل الشفاء لانه ممكن الله يقدر تتجدد اصابة ولا حاجة يعني لكن شارك في المران وظهر بمظهر جيد والراجل كمان عايز يديله كتير الفترة اللي جاية لانه عندنا ياسر وعندنا رامي تقريبا فقط لغير دول من اصل يعني يشرك خلد عبد الفتاح سردباك وهكذا يعني فادي اشرف داري وكمان شارك في المران كاملا الحراس اتمرانه باستثناء مصطفى شبير لم يشارك في مران اليوم لكن شارك الشناوي وحمز علاء ومصطفى مخلوف في المران كاملا يعني ادي تدريب الحراس مع ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي والجدية وطحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر